لكم لهذا الموعد الإخبارية المحلية والذي نستهله بإرهابية طرقات حيث وقع حادث مرور بولاية الجلفة يوم أمس تمثل في استدام شاحنة بسيارة لنقل الجمعي ما بين الولايات وذلك بمنطقة يسقيع على مستوى طريق الوطني رابط بين بلديتي حسي بحبح وعين والسارة الحادث أسفر على إصابة سبعة أشخاص بجروح متفاودة الخطورة للإشارة فقط فإن مصالح الحماية المدنية لولاية الجلفة سجلت بحر هذا الأسبوع 22 حادث مرور خلفت وفاة خمسة أشخاص وإصابة أربعين آخرين شبه حريق بأحدى شقاق عمارة بحي خمسين مسكن ببلدية لا تخلف بولاية السعيدة الحريق خلف خسائر مدية معتبرة لسكان الشقة وكذلك الجيران هذا وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لإخمادي الحريق ونقل المصابين لمستشفى أحمد مدغري في حين لازلت أسباب الحريق تبقى مجهولة بلا جبال سبب هذا الحريق هي الماء من عن جاري من فوق هوود ودير هذه المشكلة ونطلب السلطات والولي يشوف النهل أنا أولادي دور كرانا بره ما عندي شوين نروح هذه بنتي رها ساكنة هنايا ونحرق الدارها بيها بقشها بدرها همها معطها اللحية ما قاعدتش وهذه زوج عائلات رهم ساكنين في هذه السكنة لازل الكثير من المعاقين محرومين من الدراسة بمناطق عدة بولاية البيض بسبب غياب الكراسي المتحركة وضعية تستفحل من يوم لآخر في ظل صمت الجهات المعنية نردين رحمن يفصل أكثر في هذا التقرير أحمد وسعي لم يجد من العيش إلا ظنكها ومن الرعاية إلا الحرمان حرمه العوز والفقر والإعاقة وقبلهم التهميش من كل شيء لدرجة أن حرم من أن يلتحق بمقاعد الدراسة كباقي أقرانه الواقع الأليم الذي تعيشه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيض ولدى اليأس والقنوط لدى الكثير منها هذا الجهد قام بلع المخلوق وحليناه وكنت نشري له قاش كورا ذلك البوشاديك اللي كانوا يديروها 24 سنة ونشري له فيها ما راح قيب الكوش ما يقضحته برأسها قيم ماتين بدل لفهم يا عباد الله خذوا العبرة من هذا الطفل خذوا العبرة من هذا الطفل نوجه نداء إلى المسؤولين القائمين المسؤولين القائمين على القطاع باش ينظروا لهذه الحالات ومشي غيلا بمناسبة طول سنة لأن المعاقي عاني طول سنة استفيقوا يرحمكم الله لسان حال فئات واسعة من المهمشين بولايات البيضة أنشأت الدولة لأجلهم عديد أجهزة التضامن فعلها غائبة لحد سعى بأرض الواقع